محاضرتنا اليوم حنتكلم في الصحة النفسية حنتكلم عن أهداف الصحة النفسية وركزوا معي هذا الموضوع أيضا داخل في الامتحان أهداف الصحة النفسية لاحظوا أن الصحة النفسية لها أهداف كثيرة ولكن هناك ثلاث أهداف مهمة للصحة النفسية أهمها الهدف الوقائي والذي يقصد به توظيف ما لدينا من معرفة في تحصين الأفراد ضد الأمراض الأبسية والإدمان والإحباطات والصراعة يعني وقائي دائما نستخدم أدوات الوقاية والسلامة يعني كتحصين الأفراد من المشاكل النفسية والتخفيف منها ومن نتائجها السلبية وأعطاء العلاج والابتعاد عن الاضطرابات والانحرابات هذا كله هذي بسموه أهداف وقائية الهدف الإنمائي ويقصد به توظيف ما يمتلك الفرد من قدرة ومعرفة نفسية في تحسين ظروف الحياة اليومية في البيت والمدرسة والعمل والمجتمع وكذلك في مساعدة الفرد على تنمية قدراته وميولة ومواهب والاستفادة منها في العمل والإنتاج وبالتالي يشعر بالكفاءة والسعادة ليش إحنا بنقول أن الإنسان العاطل العمل يميل إلى الكآبة ويميل إلى الإحباط لأنه لا يوجد لديه ما يفرغه في أشياء إيجابية وبالتالي تنتكس وضعه النفسي لذلك في ضوء هذا الهدف يمكن القول أن الصحة النفسية مهمة المعالج النفسي والطبيب والمستشفيات النفسية بل هي مسؤولية الأباء والمعلمين والمرشدين النفسيين والتربويين وعندما تتغير الصحة النفسية وتبطرب يكون دور المعالجين بمختلف اختصاصاتهم يعني لاحظوا لمن تعتبر مهمة الصحة النفسية ومن يقوم بها الهدف الثالث هو الهدف العلاجي ويقصد به توظيف اللي احنا توصلنا له من معرفة علمية نفسية في تشخيص الاضطرابات النفسية وعلاجها ويتم أيضا بحالات سوء التوافق واختلال الصحة الذي لم يصل للمرض بعد العمل على تصحيح عدم التوافق والاضطرابات النفسية والعودة لحالة التوافق السواء لأن هذا هو هدف الصحة النفسية خلق الإنسان أو جعل الإنسان اللا متوافق مع نفسه ومع بيئته جعله يتوافق مع نفسه وبيئته من خلال اللي هو إيه؟ الإرشاد والعلاج النفسي طيب في ناس بتقول الصحة النفسية مهمة للفرد والمجتمع وفي ناس بتقول أنه يعني ما هو يعني مجال أهميتها فعلا الصحة النفسية مهمة للفرد والمجتمع لأن الإنسان اللي صحته النفسية قادر على أن يتوافق مع نفسه وكذلك يتوافق مع الفرد ويتوافق مع الأفراد ويتوافق مع المجتمع والتوافق الذاتي بعيش الإنسان حياة خالية من التوتر والصراع مما يؤهل العيش في هدوء وطمأنينة وسعادة الفرد اللي بتمتع بالصحة النفسية يكون سعيداً مع نفسه ومتوافقاً ويتكيف مع مجتمع لذلك تتضح أهمية الصحة النفسية من خلال النقاط التالية أولاً بالنسبة للفرد يعني كيف الفرد مهم إلو الصحة النفسية لأنه بتخليه واجه مشاكل الحياة بتمكنه من التعلم الجيد تمكنه من التطور اجتماعي تساعده على النجاح في عمله تساعده على أن يكون في صحة جسدية جيدة عقل السليم في الجسم السليم تؤدي للشعور بالسعادة والطمأنينة تحقق زيادة كفاءة الفرد وترفع إنتاجيته طيب ما هي أهمية الصحة النفسية بالنسبة للمجتمع؟ زيادة الإنتاج تماسك المجتمع تقلل من المنحرفين والخارجين تؤدي لزيادة التعاون والتكافل تخفف الظواهر المرضية في المجتمع كالصراعات والأنامية والتنمر وغيرها من الأمور الكثيرة في هذا المجتمع الذي نعيش فيه طيب في عنا شيء ثاني اللي هو بنسميه مفهوم التوافق والتكيف في عنا مفهومين التوافق والتكيف التوافق هو مفهوم مركزي في علم النفس بشكل عام وفي الصحة النفسية بشكل خاص الآن السلوك الإنساني هو محاولة لتحقيق التوافق يعني كنا نتحرك في هذا المجتمع لكي نحقق التوافق مع الأفراد ومع أنفسنا كلمة التكيف تستخدم لتشير إلى البعد الاجتماعي أما التوافق فهي أكثر قربا من داخل الفرد يعني لو جانا في الامتحان التكيف لمين والتوافق لمين التكيف إلها مدلول اجتماعي أما التوافق إلها مدلول فردي طيب إيش هو التوافق التوافق هو الرضا بالواقع الذي يبدو هنا والآن مستحينا على التغيير يعني إحنا بنعيش في وضع مش قادرين نغيره بنتوافق معه ولكن لابد لنا أن نسعى بشكل دائم لتخط الواقع الذي ينفتح للتغيير مضيا به قدما على طريق التقدم والتحقيق يعني بنعيش الوضع وبنحاول نتوافق معه وفي نفس الوقت بنحاول نغيره للأفضل التوافق والصحة النفسية يحرك الإنسان في حياته مجموعة من الدوافع تقع في ثلاث مجموعات يعني الإنسان فيه إلو دوافع بتحركه أولا الدوافع الفطرية الأولية هذه بتكون مهمتها المحافظة على حياة الكائن البشري من الأخطار يعني هذه الدوافع لا يستطيع الإنسان أن يعيش بتونها أو أن يغذيها زي مثلا دافع الجوع والعطش والدافع الجنسي دافع الحاج الهواء والحفاظ على حرارة الجسم والتخلص من التعب وتخفيف الألم هذه بسموه دوافع أولية فطرية الدوافع الثانوية هي هذه الدوافع الأولية تولد مع الإنسان الدوافع الثانوية يكتسبها الفرد من خلال عملية التنشئة الاجتماعية حيث أن هذه الدوافع تخص الإنسان دون غيرهم الكائنة للحيوان مثلتها دافع الحاجة للحب الحاجة الاحترام الأمن دافع الإنجاز ودافع اللعب ودافع الاستقلالية والتخلص من التوتر طيب في حال عدم تلبية الدوافع الأولية الفطرية يؤدي إلى الفرد وبالتالي جماعة البشر إما عدم إشباع الدوافع الثانوية فإنه من الممكن أن يؤدي إلى العنف والاضطرابات النفسية والجسدية المختلفة يعني في حالة اختلال في إشباع الدوافع الأولية والدوافع الثانوية يحدث إضطرابات جسدية ونفسية وعدم إشباعها يؤدي إلى حالة من اللاتوازن في شخصية الفرد الدافع الثالث اللي هو الدوافع التنبيه التنبيه الحسي والاستكشاف ومعالجة البيئة وهذا الدافع تهدف إلى مد الإنسان بدرجة معينة من الإثارة حتى يحافظ على نشاطه أمثلتها أحلام اليقظة الموسيقى الغناء ونلاحظ أهمية الدافع للإستكشاف في تطور الأطفال المعرفية يعني الطفل عندما في البداية لما يزحف ويخرج من غرفة إلى غرفة يحاول أن يتعرف يحاول أن يستكشف هذا هو الدافع يحاول أن ينتقل من بيئة إلى بيئة أخرى أما بالنسبة للتوافق وهو السعي نحو إشباع الدوافع والحاجات الفطرية والثانوية والدوافع التنبيه وتأجيل ما لا يمكن إشباعه في الوقت الراهن وتعديل أسلوب الإشباع والتأثير في البيئة المحيطة من خلال التدخل فيها وتعديلها بما يتناسب حاجات الإنسان مع محاولة التوفيق هذا الأمر يتم من خلال أول حاجة تعديل والتغيير الداخلي والخارجي التعامل مع المشاكل داخل الفرد وفي الخارج قدرة على الضغط والسيطرة في المواقف الداخلي والمطلبات الخارجية الدفاع ضد مصادر الضغط داخليا وخارجيا يعني أنت في هذا الدوافع كلها بدك تقاوم الأزمات اللي بتمر فيها مقاومة الصراعات الداخلية والخارجي لاحظ داخلي وخارجي إيجاد بدائل سلوكية ومرونة في ترك الوسائل غير الفاعلة القدرة على تقبل الأمور المجدية والتعامل معها القدرة على حل المشكلات لا التواجه لسانا التفاؤل هذه كلها قصة التوافق يعني نتوافق نتعايش طيب فيه عندنا نعين فيه عندنا إشي بيسموا توافق اجتماعي أو تكيف اجتماعي هو ذلك الجزء من التوافق الخارجي اللي هو إيش الاجتماعي أو التكيف الاجتماعي أكثر من الداخلي ولو أن الفصل بينهما صعب ولكن التوافق الاجتماعي إيش بشير؟ بشير إلى شعور الفرق بالأمن الاجتماعي الذي يعبر فيه عن علاقاته الاجتماعية وتفاعله مع الآخرين في مختلف المستويات الاجتماعية الأسرة والحي والمدرسة والقرية هذا يتضمن السعادة مع الآخرين والاتزال الاجتماعي أو ما يساعده على إقامة علاقات اجتماعية ناجحه وتقديره لذاته لاحظ أن الإنسان المتوافق أو المتكيف اجتماعيا بيكون سعيد أما الإنسان الغير متوافق لقي منعزل محبط عايش لحاله في مدارس كثيرة في علم النفس حاول التفسير التوافق النفسي والاجتماع انطلاقا من طبيعة الشخصية الإنسانية وتوافقها النفسي وتكيفها وهذه المدارسية أراحض أنه علم النفس فيه مدارس مدارس كثيرة مدرسة التحليل النفسي اللي هو بمثلها فرويد وآدلر وريكسون وآخرين انطلقت المدرسة التحليلية من أن الشخصية تتكون من ثلاثة أمور أو ثلاثة أنظمة اللي هو الهو الايد والأنا الايجو والأنا الاعلى السوبر ايجو هذه الثلاث مكونات تعمل فيما بينهم مجتمع في توافق وانسجام حيث أن الاش هو الهو الهو يمثل الدوافع والغرائز بينما يمثل الأنا الاعلى المثل والقيم والأخلاق والدين والأنظمة الاجتماعية والأنا هو الذي يعمل على التوازن بين مطلبات الهو والأنا الاعلى وذلك من خلال استخدام وسائل الدفاع النفسية للتخفيف من التوتر والقلق الناجم عن عدم انسجام مطالب الهو مع الأنا الاعلى وسائل الدفاع النفسية هذه احنا بنخذها مثلا زي الكابت زي لهو يعني وسائل بنستخدمها في حياتنا اليومية تشويه الهدف الجيد تحسين الهدف السيء كلها وسائل يعني الهروب الانسحاب كلها أمور هذه يعني نحتاجها لكي نستطيع أن نتوافق ونعيش بهذه الحياة الآن مع تطور الشخصية بجميع مراحلها هو أمر طبيعي ولازم يدعم تكوين الشخصية المتوازنة طبعا أضاف أتباع فرويد أهمية البعد الاجتماع في صياغة السلوك وتشكيله يعني هذه العبارة مهمة البعد الاجتماعي الخارجي الآن بنجي للمدرسة السلوكية المدرسة السلوكية هذه المدرسة تهتم بنظريات التعلم ثم بدراسة الشخصية وألوان السلوك البشري البسيط منه والمعقد هذه المدرسة تعتبر معظم السلوك البشري سلوك متعلم وأن الفرد يتعلم السلوك يعني مش موروظ كما يتعلم السلوك غير السوي يعني يتعلم السلوك السوي وغير السوي كما أنه يمكن تعديل السلوك المتعلم وتعتبر المدرسة السلوكية وتعتبر المدرسة السلوكية الإنسان كائن تفاعلي يستجيب للمثيرات أو المنبهات التي تتواجد في البيئة والمجتمع المحيط به يعني إنسان البيئة هي اللي بتأثر فيه تأثر في تصرفاته التي تؤدي إلى الوصول إلى الأشياء المرغوبة الآن التوافق يتحقق إذا استطاع الفرد أن يكشف أسرار والقوانين الكامنة في الطبيعة والمجتمع من حوله وبناء على هذه المعطيات يستطيع الفرد أن يسعى لتلبية احتياجاته وتجنب المخاطر وما يعود عليه بالضرر يعني في هذه المدرسة بنقول أنه الإنسان يتعلم الإنسان يتعلم يتشكل بمعنى أنه زي ما بقول أحد العلماء ما فيش حدا راسب في الدنيا الظروف فيه اللي بتأثر على رسوبه ما فيش حدا متفوق إلا إذا احنا هتمينا فيه واشتغلنا عليه كثير في المدرسة الإنسانية هذه المدرسة تؤكد أن المحدد المهم للسلوك هو عملية إدراك الفرد للمثير وليس موضوع المثير في حد ذاته المثير وليس المثير في حد ذاته أي أن الطريقة التي يدرك بها الفرد الأحداث المحيطة به هي التي يتحدد الكيفية التي يتصرف بها وأن الطبيعة الإنسانية والخبرة دورا فاعلا في عملية التعلم الطبيعة الإنسانية والخبرة هذا هو هدف المدرسة الإنسان يعتبر حسب هذه المدرسة مالكا لحرية الإرادة والاختيار ولديه القدرة على النمو والتوافق وهذا يجعل الأشخاص المتوافقين يتقبل أنفسهم والآخرين ويخلق لديهم اتجاهات واقعية وتلقائية ويكونوا غير أنانيين كما أنهم يكترثون لمشاكل الآخرين وليس ميلاً للاستقلالية وتقديرهم من الأمور في مرونة يعني شخصيتهم سوية حسب هذه المدرسة فيه عند المدرسة اللي هي الأخيرة المدرسة المعرفية السلوكية تهتم هذه المدرسة المعرفية السلوكية بالعمليات العقلية التي تتوسط المثيل عمليات العقلية التذكر والتخيل والتأمل والغيرها وظهور الاستجابة وتشمل التعلم الاجتماعي والنظرية العقلي العطفية ويشير التعلم الاجتماعي هنا إيش إلى أن الفرد يتعلم السلوك السوي بملاحظة سلوك الآخرين يعني بسموه التعلم بالملاحظة ومتابعة نتائج هذا السلوك وهنا يكون التعلم عن طريق التقليد والمحاكاة للسلوك الناجح المتوافق مع الآخرين يعني مازال الطفل الصغير لما شوف أبو بيصلي بيفردها بيشوف البنت تشوف إمها بتشتغل وبتعمل تعاول تقلدها التقليد مهم جدا حتى للكبار لما نشوف ونتقلل هذه احنا بنسميها الغيرة الإيجابية اللي من خلالها نتعلم ونقلد الأخرين كما أنه يستطيع تجنب السلوك الذي ينتج عنه العقاب أو انعدام التعزيز فالشخص الذي يقلب يسمى النموذج وتسمى هذه العملية النمذجة وهذا هو مصطلح النمذجة لو قلنا لك شو مصطلح النمذجة اللي هي بنسميه احنا التقليد تقليد النماذج وللتغذية الراجعة هنا دور أساسي في بلورة الأفكار حيث أن الإضطرابات النفسية تولدها أفكارنا ولا تنشع الخبرات والحوادث التي يمر بها الإنسان وإنما تنتج عن الاعتقادات التي يحملها الناس عن الأفكار الغير منطقية ولا أقلانية وبالتالي القدرة على الضبط الذاتي وتحقيق الصحة النفسية لأن التغذية الراجعة مهمة للإنسان يعني زي واحد مثلا يكتب بوست على الفيسبوك وبتلاقي الناس بتعمل له تعليقات الكومنت السابق التعليقات هي عبارة عن تغذية الراجعة إما تصحيحية إما تعديل إما نقضية إما يجابية وهكذا يحتاج الإنسان هيك بنكون إحنا خلصنا محاضرتنا اليوم طلابي وطالباتي وإلى آخر في محاضرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته